وسط حضور دولي واسع انعقدت الدورة السادسة والخمسون لمؤتمر ميونخ للأمن لمناقشة مستقبل الحياة على كوكب الأرض حيث شاركت في المؤتمر السنوي الذي تأسس في 1963 خمسمائة منظمة دولية وسبعون دولة من بينها اليمن اليمن وعلى هامش جلسات المؤتمر الدولي عقدت العديد من اللقاءات مع ممثلي الدول المؤثرة في ملف اليمن في محاولة لزيادة الاهتمام بالحلول العملية لانهاء الازمة المستمرة منذ سنوات والضغط على ايران لوقف تدخلاتها في اليمن عرقلة جهود السلام من قبل ميليشيا الحوثي كان محور تركيز وزير الخارجي اليمني محمد الحضرمي الذي اوضح خلال لقائه وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط تعمد الحوثي التصعيد العسكري لاضعاف التحركات الاممية كما حدث مؤخرا في نهمه اليمن بحسب حديث الحضرمي اثناء لقائه بوزير الدولة الالماني حريصة على تحقيق السلام المستدام لكن وفق المرجعيات المتفق عليها ودعم جهود المبعوث الاممي في اطارها مدينا في الوقت ذاته القيود التي تفرضها الميليشيا على بعثة الامم المتحدة في الحديدة مؤكدا صعوبة الانخراط في جولة محادثات جديدة قبل تغيير الوضع في الحديدة وقد اتهم الوزير المجلس الانتقالي أيضا بعدم الوفاء بالتزاماته ببنود اتفاق الرياض الموقع في الخامس من نوفمبر 2019 الوضع الانساني اللقي نصيبا من النقاش اليمني مع ممثلي الدول المشاركة في المتمر وقد اشار الحضرم الى انتهاكات الحوثي في المجال الانساني متهما اياه بعرقلة اعمال اللغاثة الاممية والتسبب بخفض المساعدات الدولية وهو ما يستدعي وفق المسؤول الحكومي اتخاذ موقف واضح من الفاعلين الدوليين تجاه الخروقات والانتهاكات الحوثية ترجمة نانسي قنقر